من بغداد ينضم إلي مباشرة الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى أستاذ حمزة مساء الخير منتصف الأسبوع الحالي أو ربما نهايته تعلن المفوضية كامل النتائج ما تبقى من هذه النسبة ألف محطة أو يزيد بقليل ربما هلها أن تغير فيما أعلن من نتائج؟ شكرا لك أحمد والمشاهدين التغيير الكرام حياك الله يعني كل التوقعات تشير أو المؤشرات أن هناك عملية تغيير في النتائج ولكن هذه العملية من جانب طبيعية كون هناك نسبة معينة تم التصويت بخلالها من خلال التصويت الخاص وهذا من شأن أن يغير بعض النتائج هنا أو هناك لكن هناك مخاوف الحقيقة بدأت تبديها العديد من القوى السياسية من أن تغييرا متعمدا قد يحصل في النتائج وهذه هي المسألة التي تحتاج إلى أن ننظر إليها بجدية لأنه يعني في الوقت الذي أعلنت نتائج الانتخابات أو القانون ألزم المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة وقد فعلت بالفعل ذلك لكن نلاحظ الآن أن هناك مماطلة في إعلان النتائج النهائية سواء على صعيد العدل والفرز اليدوي أو إعلان النتائج النهائية لكل الانتخابات وهذا مؤشر على أن هناك إمكانية لا نستطيع أن نقطع لكن ما تقوله القوى السياسية يعبر عن مستوى معين من الشكوك التي ربما هي بسبب ما نتجت عنه الانتخابات الأخيرة من واقع قد يبدو غير متطابق مع رؤى الكثير من القوى السياسية هناك نتائج ظهرت تخالف التوقعات لبعض القوى السياسية هناك من فاجأ بالنتائج سواء كان على مستوى المحافظات الوسط والجنوب أو حتى بغداد أو المحافظات الغربية والشمالية فالنتائج كلها أربكت المشهد السياسي وذلك كثرت الأقاويل والتوقعات وربما حتى الشكوك ننتظر بالنتيجة النهائية على النتائج سواء كان منتصف في الأسبوع الحالي أو حتى نهايته لكي يتبين لنا ما إذا كان هناك فعلا حصول تغيير على بعض النتائج التي يراد لها أن تتغير بشكل أو بآخر أو أن هذا التغيير سيكون طبيعي بعكم بالسياقات الآليات الطبيعية لعملية انتخابية من هذا النوع هذه الشكوك التي تثار سيد حمزة هل تعتقد أنها في محلها على ماذا استندت هذه الشكوك عندما تبدي المخاوف من ما يوصف بتغيير متعمد أليس هناك مراقبون يحضرون عمليات العد والفرزة التي تجرى في المراكز المعتمدة هذا طبعا هذا من ناحية المنطقية كل هذا الكلام صحيح وللإنصاف فأن هذه الانتخابات التي أجريت أسبوع الماضي كانت ربما الأكثر نزاهة من كل الانتخابات السابقة وشاهدنا الآليات كلها كانت طبيعية إشكال بسيط حصل في التصويت الخاص تم تلع فيه كل هذا صحيح وبالتالي ما تقوله منطقيا صحيح ولكن القوى السياسية التي تفاجأت بالنتائج ولكن لم تكن تتوقع بعض النتائج هو الذي أثى بدأ يثير بعض المخاوف ولكن على الذين يشككون والذين يتحدثون الآن عن إمكانية من هذا النوع أن يقدموا الأدلة فيما إذا ظهر هناك يعني مستوى من التغيير المتعمد أو غير طبيعي ما أعلن حتى الآن في وضيع أنه لا توجد شكاوى تصل إلى مستوى الشكاوى الحمراء وهذا أمر جيد ولكن بعد إعلان النتائج النهائية ممكن أن نجد هناك الكثير من الأمور قبل قليل أن شاهدت تقرير عندكم في أحد المواطنين من كاركوك أو القيادين في الجبهة التركباني يتحدث عن أنه حرمان 30 ألف مواطن من كاركوك من التصويت لأسباب تتعلق والبطاقة الممترية وسواء كل هذه الإشكالات ممكن أن تثار عند أعلان نتائج النهائية وربما تقدم طعون بهذا الاتجاه على ما برز من نتائج أستاذ حمزة هل تتوقع أن القوى السياسية بدأت فعليا بالحوار حيال تشكيل الحكومات المحلية إذا ما تحدثنا عن بغداد والتقارب في النتائج تقدم ما زال في الصدارة من بعده يلي نبني ودولة القانون وربما كل جهة منهم لها تسعة مقاعد شكل التحالف الذي سيتمخض عن هذه الحوارات إذا ما تحدثنا عن العاصمة بغداد أستاذ حمزة نعم هناك نوعان من شكل عام في كل المحافظات ليس في بغداد فقط نوعان من التحالفات نوع سياسي وهو الغالب ونوع آخر يتعلق بما هو إجرائي الذي يحصل على نصف زائد واحد مثل ما حصل في البصرة هذا أمر أصبح يعني محسوم لصالح المحافظة البصرة الحالي أسعد العذان باعتبار حصل على نصف زائد واحد وهناك آليات مختلفة في هذا السياق قد تتغير بشكل أو بآخر ومع ذلك أؤكد بانتظار تائج الفرز والعد اليدوي ممكن أن تتغير بعض المعطيات لكن في بغداد مثلا صحيح أن حزب تقدم لا يزال هو في المقدمة ولكنه لم يحصل على النصف زائد واحد الكافي بتشكيل يعني أو بأخذ منصف محافظة البغداد بافتراض أن القوى السنية الأخرى معه يعني تمكنت من أن تتحد وتكون قائمة واحدة لا أعتقد أنها تصل إلى مستوى النصف زائد واحد ناهيك عن أن القوى الإطار التنسيقي في بغداد التي حصلت على مواقع متقدمة قررت أن تشكل كتلة يسمها كتلة الإطار في بغداد أو غيرها من المحافظات هذا مدعاة لأنها اتفقت مبدئيا على أنها ستكون هي النصف زائد واحد وبعد ذلك عندما يحسمون منصب المحافظ يتقاسمون من هو الذي يحصل على هذا المنصب هل تحصل خلافات بينهم أم لا تحصل هذه قضية ثانية ولكن من الناحية المبدئية عندما اتفقوا على تشكيل هذه الكتلة هذا يعني أنه ضمنوا النصف زائد واحد على أقل لصالح قوى الإطار التنسيقي مقابل القوى الإخرى بمن فيها القوى السنية هل تعتقد أستاذ حمزة أن منصب رئيس البرمان المقبل سيحضر في ميزان الحكومات المحلية يعني لا أتوقع أنه سيكون هناك يعني متغير حاسم على هذا الصعيد لأسيما أن الإرادات المسبقة للكتلة السياسية تسبق أي تصورات يعني التغيير الذي حصل في نتائج الانتخابات لن يغير واقع الحال كثيرا باعتبار أن هذا تم استيعابه أن هناك يعني مثل ما قلت لك يعني هناك مثلا حصلت تحالفات بينية هنا أو هناك حتى المختلفين فيما بينهم ربما سيشكلون التحالف من أجل أن لا يذهب هذا المنصب أو ذاك إلى هذا الطرف أو ذاك لأسباب مختلفة مناطقية مذهبية أرقية هذه أمور ما أتعارف عليها في العراق وبالتالي منصب رئيس البرلمان المختلف عليه بين القوى السياسية سيبقى كذلك عند الشروع بعملية انتخاب رئيس مجلس بعد نهاية العطلة التشريعية للبرلمان في الشهر القادم أعتقد سيعودون إلى المربع الأول في موازين التحالفات صحيح يعني حزب تقدم الذي يتزعمه السيد محمد الحلووسي رئيس البرلمان السابق حقق مفاجآت كثيرة في الأنبار لم تكن مفاجأة كان متوقع أن يكتسح لكن في بغداد حقق مفاجأة وفي الوقت الذي كان خصومه الذين يعني يشعرون أنهم سيحققون فوز كبير عليه لم يتمكنوا لكن هل نقول أن هذا ممكن أن يغير من قناعات الكتل الأخرى أو الأطراف الأخرى غير السنية نحتاج بصراحة بشأن الموقف من السيد محمد الحلووسي هذا لا أتوقع سيتغير كثيرا مع أنه ستكون له يعني على الأقل مثلا حزب تقدم ربما سيحظى بالأولوية في أن يكون له أن تكون رئاسة بيرمان من حصته وربما حتى من الأنبار بعد أن كان قبل النتائج الانتخابات المحلية هناك قرار تقريبا أن رئيس البرلمانس لن يكون من الأنبار وإنما من محافظات أخرى غربية مثل صلاح الدين أو حتى الموصلة وغيرها الكاثب هو المحلل السياسي أستاذ حمزة مصطفى أنت معين بغداد شكرا جزيلا لك